بين رافض لمرشحي الكابينة الوزارية الجديدة ومتردد بقبولها تنوعت مواقف أغلب الكتل السياسية حيالها وبعد ترددها بتقديم مرشحين لرئاسة الوزراء قبل حضوره لمجلس النواب تتسابق اليوم لتقديم أكثر من مرشح الدكتور حيدة العبادة عاد النظر في هذا الأمر واتصل بالكتل السياسية وطلب منهم ترشيح أسماء وما أتصور خلال هالعشر تيام اللي حدت أن يكون يجرى شيء أكثر الكتل رفضت المبادرة من الدكتور العبادي أن يكون الترشيح منها يعني لا بس أنه يعطي الحق للكتلة السياسية لترشيح المرشحين بأن يكونوا من التكنوقراط ومن غير الحزبيين من المتوقع أن نأخذ ثلاثة حقائب وزارية كورت يعني بما يعادل الحصة 20% من الحكومة حسب المتفقين عليها اللافت في الأمر تأييد نواب مقربين من رئيس الوزراء العبادي لرغبة الكتل بترشيح وزراء بمواصفات التكنوقراط رافضين تسمية هذه الخطوة بالعودة إلى المحاصصة الحزبية موقف اتحاد القوى وموقف الكتل الكردستانية إيجابي ومستعد للتفاهم خاصة تم التأكيد لهم على أن نسب المكونات ستحفظ ولا بد لكل مكون مرجعية سياسية هذه المرجعية هي تتحمل مسؤولية ترشيح من يراه مناسب وفق المواصفات التي حدده السيد رئيس الوزراء وهذه ليست محاصصة وإنما مشاركة في القرار والسلطة رئاسة مجلس النواب يبدو أنها قريبة لمواقف الكتل السياسية وملاحظاتها في ظل عدم تقديم العبادي موقفا حاسما تجاه الوزراء السابقين هل سيتم إقالتهم أو تقديمهم الاستقالة بشكل طوعي لتلافي مخالفة الدستور الذي يشترط استجواب الوزير قبل إقالته كان يجب أن تقدم مشفوعة بالقيود الجنائية بخلوة الأسماء من مسائلة وعدالة وهيئة نزاها لكن هذه المسألة تم تجاوزها هناك شعور أن بعض هذه الأسماء لها علاقات حزبية أو كانت مرشحة ضمن أحزاب ضمن كتل سياسية فهذه المسائل كلها ستناقش هذه التطورات في المشهد السياسي دفعت نوابا اجتمعوا تحت يافطة تجمع النوايا الحسنة الداعمة لمبادرة العباد الإصلاحية وإلغاء المحاصصة إلى مطالبة رئيس الجمهورية بتجميد عمل مجلس النواب في حال إصرار الكتل على تقاسم المناصب الحكومية بعد انسحاب المعتصمين بعد انتهاء الضغط الجماهيري بدأ قادة الكتل يتنفسون ويعودون من جديد إلى موضوع المحاصص وفرض إرادتهم بترشيحات يجب أن تكون عن طريقه أحمد عرام الحرة بغداد